منذ ساعات الصباح الأولى انطلقت عملية التصويت لانتخاب عشرة أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي الثاني عشر يمثلون عشرة دوائر انتخابية مع فتح أبواب لجان الانتخاب بدأ الناخبون بالتوجه إلى صنادق الاقتراع الموزعة على مئة ومدرستين لاختيار عشرة أعضاء من بين سبعة وستين مرشحا لتمثيل أحد أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية بشأن العملية الانتخابية للمجلس البلدي وطلع على سيرها وتمشي العملية بكل يسر ودون أي معوقات وفي الحقيقة نثمن رجال القضاء دورهم الكبير والجهد يقوم فيه في الاشراف العملية الانتخابية أقلب المناسبات التي فيها تجمعات مثل انتخابات أو تجمعات المناسبات الدينية أو تجمعات الأخرى تكون لها استعداد من وزارة الداخلية تسبقى اجتماعات تنسيقية مع بعض الجهات تعليمات ناخذها من سيدي معالي وزير الداخلية والوكلة المساعدين والمدراء العامون تلك الاجتماعات تثمر عن الأمور أو الاحتياطات الأمنية الخاصة في التجمعات تعين بالناخب أن يقدم رغم قيده حتى نتأكد من جنسيته وبياناته وبعدما نتأكد من اسمه أنه موجود عندنا بالكشف يتم الشطب على اسمه وعلى طول يتوجه إلى الستيج ويصوت يختار اختيار اسم واحد وبعدين يحط الورقة بالصندوق من ضمن الأشياء المحظورة طبعا تصويت العالمي محظور كل ناخب أدلى بصوته للمرشح الذي يرى فيه الهمة والقدرة على سن التشريعات والقوانين الرامية إلى التطوير وخدمة الصالح العام معيار الاختيار يكون وفق الكفاءة المتخصصة في هذا المجال وخيصة البلدية من الجهات القديمة في الدارة الحكومية الناشئة لا بد أن يكون هناك مرشح مثقف ذو كلمة عنده راي عنده تطلعات مستقبلية آخرون عبروا عن استيائهم من ترد الخدمات في المرافق ضمن المناطق التابعة لدوائرهم الانتخابية مطالبين من سيحالفهم الحظ بضرورة التحرك نحو تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية فيها البلدية هي شريان البلد تنظيم المناطع وتنظيم الدولة واهتمام بالبناء والترخيص نعاني من كثرة العزاب في المنطقة وأتمنى يعني الأخوان اللي بينجحون في الدورة هذه ومع وزير البلدية أنهم يعني يشوفون المشاكل اللي تعاني فيها المنطقة أبا مشاريع أن أبطاء عمرك بنية دخلية أحد تحتية اللي هي الأرصفة واللي هي الشوارع واللي هي ألماء واللي هي كل شيء مال عملية الإدلاء بالأصوات ممارسة ديمقراطية لاختيار من لهم دور في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي